إذن هذه الرؤية الواضحة المقدمة من قبل الجهات التركية بخصوص سهيل الاستثمار في تركيا كما ذكر مثال سيد جاسم بأنه كان يريد إنشاء مصنعا في اليابان لكن لم يتم الأمر إنما جاء لتركيا وفرص أكبر صحيح كانت هي المحاولات في اليوان ومن ثم في المنطقة في الخليج لكن لبعض الجغرافية الاستراتيجية لتركيا وبعض التسهيلات اللوجستية من الحكومة التركية أعتقد أن المستثمر الخليجي وهم القطاعات الصناعية ممكن أن تدعمها الحكومة التركية من خلال توفير بيئة آمنة ومستدامة عظينا أمثلة بالنسبة للقطاعات المدعومة صناعيا في تركيا صناعيا مثلا أي شيء يختص في المواد الأولية للبناء يعني لتصنيع المواد الأولية مثلا للبناء تصنيع المواد الأولية للأمن الغذائي مثلا لدينا أي شيء يخص الاختراعات الجديدة أو الأفكار لرواد الأعمال أيضا تركيا تحاول جذب الأنظار إليها مثلا قطاع التكنولوجيا أيضا لكن هذه النوعية في هذه الصناعات هي ما تدعمه تركيا مثلا حجم الإنتاج هو أعتقد ليس مهم أكثر من نوعية الإنتاج لدينا مثال على ذلك الهند الهند اليوم تنتج أكثر من ثلث الإنتاج العالمي لكن الاقتصاد الهندي يعيش في نمو اقتصادي لكن أيضا يعيش في معضلات اقتصادية كثيرة جدا وخاصة أن الشعوب لا تتأثر بالوفرة الاقتصادية من الحكومة يعني اليوم حتى نحن عندما نقول مثلا التضخم أو حتى عندما نقول مثلا الركود أو حتى عندما نقول الكساد مثلا هذه مصطلحات هي لن تمسأد الحكومات وإنما هي تمسأد شعوب والمستثمر والمستثمر ما هو المستثمر جزء من الشعب هناك من سيستفيد وهناك من سيتضرر ماذا تقلبات الليرة؟ الطبق الرأسمالي هنا ليس فقط الليرة نحن اليوم نعيش أمام تقلبات للعملات الأجنبية بالكامل ومنها جينيئ الإسترليني اليوم انخفض جينيئ الإسترليني بأكثر من 4% وهذا رقم كان كبير جدا على جينيئ الإسترليني لدينا أيضا اليورو اليورو انخفض من معدلات موازات الدولار لدينا أيضا اليان الياباني انخفض إلى معدلات أكثر من 35 سنة لم يصل إلى هذه المعدلات لدينا أيضا اليوم هناك مؤشرات اقتصادية تقول أننا نحن دخلنا في مرحلة الكسادة الاقتصادية يعني تجاوزنا مرحلة الركود لكن نحن اليوم من خلال مثلا بعض الأفكار وبعض التوافقات في المنطقة على المستوى الإقليمي مثلا منها هذه نحن المنصة الاقتصادية سنعمل على مظلة استثمارية تحتوي الجميع نحن لا نريد أن ننافس أحد في الأسواق ولا أي شيء لكن نحن النية من الموضوع هو استدامة الأعمال وأيضا توضيح خارطة الطريق للمستثمرين من الطرفين إن كان من الطرف التركي إلى دول الخليج أو من دول الخليج إلى الطرفات ماذا عنه؟ ماذا عنه؟ ماذا عنه؟ ماذا عنه؟ ماذا عنه؟